من هو الكذاب؟ فالكذاب أحبائي هو الذي يدعي النبوة من نفسه مش مدعو من الله إنه بالكذاب اللي بيضع نفسه فوق القانون يعني بيصرح قوانين للبشر لكن هو بيعمل قوانين أعلى أو أكبر من قوانين البشر عادة النبي الكذاب يتصف بالطمع سواء من حروبات من غزوات من غنائم بيحاول طبعا يستحضرها عادة بيكون هذا الشخص الكذاب بيكون يعني عادة بيكون متصلت عاوز يتصلت على الناس وعشان يقوم في هذا الموضوع لازم يكون عنيف لازم يستخدم العنف لازم يستخدم القوة وبشكل يعني دايما بتشوفه الشخص اللي يدعي النبوة بيكون مش من الرب دايما بيكون شخص إباحي بيكون عاوز يتجوز شمال يمين ويكون عنده نساء من مهبة ودب ويبيح لنفسه هذا الأمر لأنه فوق القانون فوق الشريعة وهذا طبعا يعني مهم جدا وخطير جدا نساء كثيرة بدون محاسبة طبعا يبرر مواقف عادة من الله بيخوف الناس وبيقول إنه الله اللي أعطاني التشريع والحق إنه أقوم في هذا الشيء فطبعا يتزوج من يشاء ويقتل من يشاء ويدعي أنه عنده سلطة وإمكانية حضور من الله حتى يمارس هذه الأمور اشتركوا في القناة